مشاهدين وينضم إلينا من محور برطلة مراسل الحرة حميد زيباري حمير هل لك أن تضعنا في صورة التطورات الميدانية والإنسانية من فضلك نعم مساء الخير زين التطورات العسكرية تم استعادة حوالي 85% من أجانب الأيسر بعد أن تمكنت قوات مكافحة الإرهاب اليوم من إكمال عمليات تطهير مباني جامعة الموصل وأيضا تحرير حي الكفاءات بالإضافة إلى رفع العلم العراقي على المباني الحكومية في حي الأندلس أنتم تعلمون قبل أيام أيضا استعادة قوة مكافحة الإرهاب الجسور الرئيسية التي تربطوا الضيفتي الجانب الأيسر مع الجانب الأيمن تقدم كبير حققاته القوات الأمنية العراقية في الجانب الأيسر لمركز مدينة الموصل لكن يبدو أن هذا التقدم بحاجة إلى أن تعقبه خدمات وبالأخاص لتقديمها لسكان هذه الأحياء بعد أن توسعت رقعة المناطق المحررة في الجانب الأيسر لمناقشة الأجانب الخدمي معنا السيد نوفا الحمادي سلطان محافظة الموصل وهو ضيف نشرة الحرة عراق ليطلعنا على آخر التطورات في أجانب الخدمي مرحبا أستاذ مرحبا كيف هي تقديم عملية تقديم الخدمات في أجانب الأيسر وفي الأحياء المحررة؟ بسم الله الرحمن الرحيم تحية لمشاهدي قناة الحرة الموقرة وطابة مساءكم ابتداء نبارك لأهالي محافظة نينوة الانتصارات التي حققها الجيش العراق الباصل وفي نفس الوقت كلما اتسعت عمليات التحرير وتحرير المناطق يبدأ العمل بكثافة أكبر تجاه الحكومة المحلية ابتداء كانت هناك الوحدات الإدارية من ناحية القيارة وكذلك الشورى والحمام وبرطلة والحمدانية وناحية بعشيقة وكذلك النمرود بدأت الحكومة المحلية حال الانتهاء من عمليات التحرير برفع الانقاض واصلاح الاسلاك المتقطعة والمحولات المعطوبة وكذلك اصلاح شبكات المياه وفتح محطات التعبير للمشتقات النفطية اكمال الاجراءات القانونية للموظفين المحاصرين في هذه الوحدات ومن ثم المباشرة بفتح المدارس كل هذه الوحدات الإدارية بدأ الاستقرار بها وملامح الاستقرار جيدة جدا عادة الحياة الطبيعية لكن السعة لمركز قضاء الموصل ما يقارب 183 حي الساحل الأيسر على وشكل التحرير بالكامل وفي نفس الوقت كان هناك تعاون من قبل وزارة البلديات بإرساء الجهد من الآليات وبدأت الحملة حملة التنظيف ومستمر من الصباح لغاية الساعة الخامسة مساء بتواجد رؤساء الدوائر اصلاح شبكات المياه المكسورة واستبدال أنابيب المياه المكسورة أيضا بالإضافة إلى تصليح المجاري مشتقات النفطية توصل للمواطنين ما نبحث عنه هو أهم فقرة أن إيصال الماء الصالح للشرب ومساء هذا اليوم كان افتتاح محطة ضخ المياه في حي المصارف تم افتتاحها وبدأ الضخ إلى 12 حي من الأحياء السكنية لكن دائما هناك شكاوى من قبل المواطنين بعدم تواجد الحكومة في الأحياء المخررة أين أنتم من الأحياء المخررة؟ من البديهي أنه دائما المواطن يحتاج ونحن نتقبل المواطنين آن وما آنه ما يقارب أكثر من سنتين ونصف لكن تواجد الحكومة المحلية بشكل يومي من الصباح إلى الغاية المساء يعني أنا هسا راجع من محافظة نينوة وكان هناك اختيار بناية جديدة لديوان محافظة نينوة في حي المصارف هي دائرة الموارد المائية سوف تكون هي دائرة ثابتة لمحافظة نينوة في هذا الحي إن شاء الله الخميس يتم افتتاحها رسمية عدى هذه يعني كيف هو الوضع المعيشي الإغاثي للمواطنين في الأحياء السكنية؟ هل هناك مساعدات تصل إلى المواطنين في هذه الأحياء؟ الحقيقة رقعة الجغرافية واسعة جدا المساعدات، المنظمات، المفردات، البطاقة التنمونية تصل لكن كثرة النزوح نزوح المواطني من هذه الأحياء أصبح هناك نزوح داخلي يعني بالبداية كان نزوح ما يقارب أكثر من مئة وسبعين ألف بين توزع وبين مخيمات حسن شامي وكذلك الخازر وزيليكان والجدعة جنوب القيارة الآن هي موجة النزوحية داخلية هرب من بطش داعش والقصف بالهاونات المواطنين داخل محافظة نينو والمحاصرين نعم يعانون مأساة ونكسة سبق وأن تم استغاثة ونداءات لكل الخيرين وكل دول العالم والدول العربية ملوك ورؤساء بالاتجاه إلى نينو وأهلها كانت محطة أنظار معركة الموصل كان من المتوقع أن تكون الدول العربية هي السعية الأول بمساندة إغاثة وإيواء النازحين لكن ما كانت المساعدات ليس فقط من الدول العربية إنما من كل دول العالم وماذا تطالبون من الحكومة الاتحادية هل تطالبون أيضا بمساعدة أنا أكد كان لدينا الخطة المدنية المصادق عليها بقرار من مجلس المحافظة لكن للأسف لم يرصد لها مبالغ لكون العراق مر بأزمة مالية لكن بالجهود والإمكانيات المحدودة بدنا نشغل مضخات المياه إصلاح الشبكات المكسورة رفع الأنقاض ومخلفات داعش نأمل على فتح المدارس بدنا نفتح المحطات التأبئة وكذلك إكمال إجراءات القانونية لموظفي دوائر الدولة كل هذه هي من الأمور يعني من السهولة نتكلم عنها لكن تنفيذها هو من الصعوبة أخير السياة المحافظة بشكل مختصر هل لديكم معلومات عن أوضاع المواطنين في جانب الأيمن أيضا؟ كيف هي؟ خاصة الوضع الإنساني هو الجانب الأيمن ما يختلف عن الجانب الأيسر من مأساة الجانب الإنساني الجانب الطبي الجانب الغذائي يعني كل هذه ما تختلف المأساة بين الجانب الأيمن والأيسر مأساةهم واحدة نعم نشكركم سياة المحافظة على هذه المشاركة نعم زينة بالعودة إليكم اليوم في الجزء الجنوبي الشرقي لمركز مدينة المصر كان هناك عمليات تطهير مستمرة من قبل القوات شرطة الاتحادية وأيضا الفرقة التاسعة لجيش العراقي نعم كنت معنا من محور برطلة مراسل الحرة حميد زيباري شكرا لك ولضيفك الكريم كنوا بخير